الذي جمعه بنظره القنبي بحصة هدفين مقابل هدف واحد مباراة هدف من خلالها المدرب جمال السلامي الوقوف على جهزية العناصر المحلية الأخيرة كانت السباقة إلى تسجيل أول أهدف اللقاء عن طريق سعد القرو رد العناصر القنبي كان من خلال محاولة يوسف الجاي التي أخطأت المرمى لتعلن الدقيقة الثالثة وثلاثين عن هدف التعادل لصالح المنتخب القنبي من ضربة جزاء نفذها بنجاح كاريو المصطفى لتنتهي الجولة الأولى على إيقاع التعادل هدف لمثله شوط ثاني تحركت فيه الآلة الهجومية لأبناء المدرب جمال السلامي بحثا منهم أكثر من مرة عن تقليص الفارق لكن ذلك لم يتأتى لهم أمام يقظة المنتخب القنبي ليأتي الهدف الثاني للمنتخب الوطني من ضربة جزاء لم يخطأ في تنفيذها عبد الإله الحافظي مانحا التقدم للعناصر المحلية باقي زمن المواجهة لم يحمل الجديد اللهم محاولات هنا وهناك في مناورة لكل الفريقين انتزاع التقدم ليختتم اللقاء بتفوق المنتخب المحلي على حساب نظره القنبي بهدفين مقابل هدف واحد مباراة سهلة ولكن هذه فرصة للمجموعة اللاعبين اللي اعطيناهم بش يلعبوا لأننا متميزين في البطولة وعندهم مؤهلات اللي تخول لهم أنهم مستقبلاً إذا اشتغلوا واجتهدوا أنهم يكونوا في المنتخب المحلي نظراً للمجموعة دي الغيابات وبتالي عدنا مباراة أخرى اللي نلاعبين آخرين باش حتى هما يكونوا يكون فارغ متكامل وفي المستوى منتخب القنبي يعني معرفتي لبوحد الكورا اللي في المستوى هالك هذا ما منعش من العزمة دينا اليوم كانخصنا لازم ننفوز ان شاء الله يعني يدخلنا عزمة باش ننفوز وقال الحمد لله دكش اللي تتالينا يعني دكش اللي تنشغلوا عليه حاولنا اليوم نطبقه في ملعب الحمد لله اللي انتصار دينا اليوم اعتقدوا انهم لعبوا بشكل نجيد وكانوا اكثر جهزية داخل ارضية الملعب ظهر ذلك واضحا من خلال طريقة لعبهم كأنهم في مباراة رسمية لقد استحقوا الفوزة اليوم بروفا مواجهة المنتخب القنبي شكلت محطة اخرى امام المنتخب المحلي لمراكمة مزيد من الجهزية في افق تكوين منتخب تنافسي قبل نهايات الشان في كينيا الفين وثمانية عشر